السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت شرحت في الفيديو الوفاة كيفية تحميل وتثبيت جوجل بلاي على الكمبيوتر بدون محاكم هسيب لكم رابط الفيديو ده في وصف الفيديو فيديو النهاردة هتكلم عن الحد الأدنى لمؤصفات جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب علشان تحمل وتثبت جوجل بلاي على الكمبيوتر ويشتغل معك بدون أي مشاكل وتستمتع بأفضل أداء للبرامج وتطبيقات الاندرويد على جهاز الكمبيوتر لو ما ثبت ويندوز 10 فلازم يكون 64 بيت ويكون ويندوز 10 برو وفيرجان 22 اتش توف ويكون الأوس بيلد 19 045 231 واحد أو أعلى هنا عندي 19 045 ده الأوس بيلد بيبقى تحت تاريخ تثبيت تمام 19 045 45 فهو أعلى من الحد الأدنى اللي هو 19 045 231 واحد لأن ده الحد الأدنى الأوس بيلد في ويندوز 10 الكلام ده على ويندوز 10 لسه هنيجي نتكلم عن ويندوز 11 من النقطة المهمة جدا لازم تكون النسخة اللي انت مسبتها أصلية من الموقع الرسمي لما يكروسوف قبل ما تكلم عن ويندوز 11 هتكلم عن باقي متطلبات جهازك بنسبة لو انت مسبت ويندوز 10 بالنسبة للرماد أقل حاجة 8 جيجا ويفضل تكون 16 جيجا السبب لما بتسبب جوجل بلاي وتسبب تطبيق الاندرويد على كبيوتر وتيجي تشغل المتجر أو أي تطبيق اندرويد بيسحب من الرماد بالذات لما تكون فاتح بجنبه تطبيق ويندوز زي مثلا جوجل كروم أو غيره بالنسبة للمعالج يفضل أن يكون كور اي 5 جيل 6 أو أعلى أو كور اي 3 جيل 8 أو أعلى أو رايزن 3000 أو أعلى أو سناب دراجون 8C أو أعلى طبعا كل ما كان المعالج قوي فده بيديك أداء أفضل بالنسبة لكارت الشاشة كروت الشاشة اللي تديك أداء ممتاز الكروت المتوافقة مع ويندوز 11 حتى لو كانت الحد الأدنى لتثبيت ويندوز 11 الكروت المتوافقة مع DirectX 12 تعرف إزاي إذا كان كارتك متوافق مع DirectX 12 ولا لأ عن طريق أن أنت بتروح ضغط في الكيبورد على علامة الويندوز وحرف الار هيفتح لك run كده بتروح تكاتب هنا أمر run DX وتروح ضغط على OK تظهر لك الشاشة دي تروح رايح على Display في الشمال هنا هتلاقي كلمة DirectX 3D, D, D, I طب هنا 11 يعني عندنا DirectX 11 آآ تمام انت بقى لو DirectX عندك 12 طبعا هيديك أداء ممتاز جدا جدا بالنسبة للهارد يفضل أن يكون هارد SSD مش HDD تمام يفضل أن يكون SSD تمام يكون المساحة الفاضية على الهارد على الـ بزاة تكون ما تقلش عن 10 جيجا كل ما تزيد يبقى أفضل طبعا في يبقى يكون الهارد آآ يكون SSD يعني يكون مسبة الويندوز على هارد SSD يكون آآ السي آآ البرتشان سي يكون عليه مساحة فاضية 10 جيجا أقل حاجة بالنسبة لويندوز 11 ده أقل حاجة ولو أعلى طبعا بيكون أفضل بالنسبة لباقي مواصفات الرمات والبروسوسر وكارت الشاشة لو أنت مسبة ويندوز 11 نفس اللي قلته على ويندوز 10 من غير أصلا ما نتكلم عن باقي المواصفات لو أنت مسبة ويندوز 11 فأكيد مواصفاتك كويسة بس اتأكد بس من الرمات تكون 8 أو أعلى وتأكد من الأوس بيلد أنه يكون 22000 بايندوز 526 أو أعلى بالنسبة بقى الخطوات تحميل وتثبيت جوجل بلاي على الكمبيوتر شرحتها في الفيديو اللي فات الفيديو ده هيكون موجود في وصف الفيديو وكده وصلنا لنهاية الفيديو متسوش لايك واشتراك لو أعجبكم الفيديو شكرا على المشاهدة